اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان الحرية قد اتت والازدهار قد يعني قد جاء وقته وان حرية التعبير مكفولة للجميع هذا الكلام الكبير الذي كنا نسمعه قبل 18 سنة واذا بالفضاء العراقي يعني يزدحم بالكثير والكثير من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروعة ربما كانت هناك مئة صحيفة تصدر يوميا عشرات بالمئات ربما الإذاعات وعشرات القنوات الفضائية التي تم تأسيسها في ذلك الوقت واستمرت لحد هذا الوقت بعض منها تغير بعض منها سقط بعض منها انشئ غيره خلال 18 سنة لكن بشكل عام القنوات الفضائية التي نتحدث عنها ربما بلغ عددها في إحصائية سريعة أكثر من 60 قناة لحد الآن 60 قناة مملوكة نتحدث عن القنوات التي أنشئت لخدمة مشروع الاحتلال ومشروع العملية السياسية هذه القنوات الستين مملوكة للحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 لحد الآن لقوى وأحزاب وشخصيات العملية السياسية تجار وميليشيات وسياسيين وغيرهم كثير من أن أنشئوا هذه القنوات للترويج لأفكارهم لعقص صفقاتهم لابتزاز الآخرين للترويج لفكرة للفكر معين حتى أننا كنا نسمع في هذه الفضائيات الترويج للاحتلال على أنه تحرير القبول به دفع المجتمع إلى الانفتاح والتمزق إلى التفسخ خطاب طائفي خطاب عدواني خطاب ممجوج بالكراهية والأذى والسوء يعني كانت كانت تتمييز كل هذه وما زالت تتمييز هذه 60 أكثر من 60 قناة فضائية على الأقل نتحدث عنها الآن أنا لا نتحدث عن كل الإعلام لكن نتحدث فقط الآن عن قنوات الفضائية غالبيتها لم تكن جميحة كلها تشترك سأقول ربما ثلاث أمور تشترك بها كل هذه القنوات مثل ما قلت غالبيتها لم تكن جميعها بشكل مطلق تبث أخبار كلها تبث أخبار وتسوق لرسائل تتناقض مع بعضها الخبر يناقض الخبر التالي والخبر نفسه في تفاصيله في بداياته ونهاياته يتناقض لا ثبت في الرؤية والأهداف هذا واضح كان وما زال واضح وهذا الكلام ليس من عندي هذا كلام واقعي وموجود ويمكن لأي مواطن أن يرصده ويتتبح هو أهل العراق أذكياء ولهم رؤية فاحصة ولهم قدرة على التمييز بشكل يعني يفوق كل شعوب الدنيا وهذا انحياز له للعراق لأننا منهم هذا من حقنا ومن حق أهل العراق علينا وليس فيه اعتداء على الآخرين النقطة الثانية أن غالبية هذه القنوات اللي لم تكن جميعها بشكل مطلق مثل ما نقول لا تقول الحقيقة ليس لها علاقة بالمصداقية هذا واقع الحال هناك نفي وهناك تأكيد هناك تحريف وهناك غير ذلك من الأمور طبعا اللي تفقد الخبر وتفقد الحدث مصداقي تجعل المتلقي في حيرة من أمره هذا واقع الحال أيضا في هذه القنوات التي شهدناها طوال هذه السنوات الثانية غالبية هذه القنوات في النقطة الثالثة اللي لم تكن جميعها بشكل مطلق تعيش فوضى الأهداف والغايات والرؤى والمحتوى وطرق التقديم والتناول فوضى يعني ليس هناك منهجا ثابتا وأهدافا ثابتا ثابتة في التعاطي مع الأحداث في التعاطي مع رسالة معينة يتعاطون معها من كل ذلك ولكي نبرر لماذا تحدثنا عن وسائل الإعلام الآن بهذه الطريقة وعلى قناة الفضائية كل ذلك يعيدنا إلى السؤال المهم أو إلى القضية المهمة لماذا ظهرت الرافدين ما الذي ميز قناة الرافدين على الآخرين وهذا يأتي في ظل استهداف الرافدين من قبل الميليشيات ومن قبل قوى الحكومة والعملية السياسية بشكل مستمر من عام 2006 تأسيس لغاية الأن 15 سنة هي في تحدي وفي مواجهة مع كل هذا الاستهداف الخبيث واللا أخلاقي أقل ما يقال عنا لا أخلاقي ولا إنساني ولا مهني عموما في كل هذه الظلمة في كل هذا التضليل في كل هذا المشهد الإعلامي الفوضوي ظهرت الرافدين في مشهد إعلامي وسياسي واقتصادي وأمني فوضوي ما زالت الفوضى عارمة فيه ظهرت الرافدين في عام 2006 هناك رؤية مشوشة خادعة موجودة تروج لها قنوات فضائية كثيرة عشرات القنوات وسال الإعلام صحف وغير صحف ومحطات إذاعية وغيرها ومنابر إعلامية كثيرة غيرها ظهرت الرافدين وإذا بها تتمسك بخط واضح بواقعية بمهنية بوطنية بإنسانية منذ عام 2006 لحد الآن أكدت أن وظيفتها الأساسية من البداية من أول يوم أن وظيفتها الأساسية ينشر وتقديم المعلومات والوعي بأخبار صادقة وموثقة وحقيقية لا تخضع لأي مزاج طائفي اثني مناطقي أبدا فقط المظلة الوحيدة التي تظل للرافدين هي الوطن والمصلحة الأساسية لكل ما تهدف إليه لرسالتها هي المواطن العراقي والوطن العراقي هذا جعلها من البداية متميزة الكل كان يراقبها ومع مرور الوقت كانت تثبت الرافدين يوم بعد يوم بأخبارها بتقاريرها ببرامجها بمنهجها العام إنها ثابتة على خطها ثابتة على رؤيتها وأن القائمين عليها نهاية علومة المسلمين التي تعود إليها قناة الرافدين قد منحتها أو رفتها هذا الثبات قد وضعتها في قالب من هذا الثبات مثل ما هيت علومة المسلمين ثابتة بخطها بتوجهاتها من عام 2003 من يوم احتلال العراق لحد الآن تدعم المواطن تدعم العراق تدعم العراق الموحد ضد الهويات الفرعية مع الهوية الجامعة ضد كل فساد وضد كل خراب ضد كل طائفية واتهمت الهيئة واتهمت ما بعدها الرافدين وكل أدوات الأخرى الوطنية والشريفة المناحظة للاحتلال وعملها السياسية بأنها طائفية بأنها مخربة بأنها عميلة بأنها هذا الكلام الكبير اللي سمعناه واستهدف العاملين واستهدفت حتى مقر الرافدين في بغدار استهدفت بالتفجير أكثر من مرة وذلك غادرة وذهبت إلى مصر وفي مصر تم استغلال النفوذ والمال لإخراجها من هناك لإيقاف بثها ويعني الرافدين ظلت مع ذلك مع كل هذا الاستهداف ظلت تخاطر عقول الناس وعواطفهم بالحوار الصادق بالأقناع بتفسير الأحداث بواقعية وبنفس طويل وبعراقية خالصة وهذا هو المهم وبهوية جامعة لم تنحرف يوما إلى الطائفية أرادوا لها بكل الوسائل لن تكون طائفية وكانوا يفرحون إذا ما ذهبت الرافدين باتجاه الطائفية ولو ذهبت باتجاه الطائفية لدعمت الرافدين لكنها ظلت على خط الثبات الخط الوطني الخط الملتزم الخط الذي يتقصد خدمة المواطن خدمة العراق أولا وأخيرا تبحث عن استقلال العراق وحرية العراق وحرية المواطن العراقي وضد الفساد والفاسدين والخراب والفكر الملوث والفكر الطائفي والفكر الإرهابي اتهموها بالإرهاب كم مرة تهمت بالإرهاب لكن ما لديه دليل واحد على أن قناة الرافدين قناة الإرهابية كانت بلسان وطني وكانت بخطاب وطني وكانت تدافع عن العراقي من الجنوب إلى الشمال تدافع عن ابن البصرة مثلما تدافع عن ابن الموصن تدافع عن ابن ميسان مثلما تدافع عن ابن الأنبار تدافع عن ابن الكوت مثلما تدافع عن ابن صلاح الدين وهكذا هكذا هي الرافدين هذا من هجه وهذا ثبات لذلك تعرضت إلى حرب شعواء وهذا الذي ميز هذا التمييز له ثمن وكانت تعرف الرافدة من البداية أن هذا الثمن عليها أن تدفعه يعني ربما هذه الحلقة لا يتحمل وقتها أكثر من ذلك سأترك الحديث مرة أخرى إلى حلقة أخرى لنكمل ما بدأنا في هذه الحلقة لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة